في نوانبر 1921 رأت أول قنصلية سويسرية النور بمدينة الدار البيضاء تمثيلية ديبلوماسية شكلت بداية لتعزيز التعاون بين البلدين الاحتفال بقرن من الروابط والعلاقات مناسبة أيضا لتسليط الضوء على حصيلة المنجزات واستشراف آفاق جديدة للشراكات نسعى من خلال هذا الاحتفال إلى إلقاء نظرة على الماضي لتمكننا من رسم معالم المستقبل في علاقتنا بالمغرب نسعى إلى تعزيز التعاون بين بلدين مختلفين لكن تجمعهما علاقة متكاملة نتطلع إلى فرص تمكن بلدين من الاستفادة من علاقة غنية ومتنوعة في مجالات حيوية تعد سويسر من بين أكبر الدول المستثمرة في المغرب ووثقا للأرقام الصادرة عن البنك الوطني السويسري فإن المغرب هو الوجهة الثانية للإستثمارات السويسرية المباشرة في شمال إفريقيا بعد مصر خاصة في مجالات الابتكار والطاقة المتجددة المغرب هو ثالث شريك تجاري لسويسرا في إفريقيا بميزانية تتعدى 600 مليون فرانك سويسرا وهذا التعاون يشمل مختلف الأنشطة اقتصادية واجتماعية ولكن أيضا علمية وثقافية وإبداعية احتفال بمصار ديبلوماسي حافل بالمحطات وبموروث ثقافي دي خصوصية تميزه عن باقي البلدان هذا المرابطي قناة الغد الرباط ترجمة نانسي قنقر